أهلا بكم توجى المتصابق رأفة هارون بطلاً للسباق رد بول كار بارك درافت التي أقيمت نسخة وهو الثامنة في منطقة أرض المعارض بعمان بمشاركة 16 متصابقاً من نجوم لدرافت وأيضاً رياضة السيارات هارون سيمثل الأردن في النهائيات الإقليمية التي تقام في العاصمة اللبنانية بيروت هذا وحل المتصابق عبدالله أبو حسين في المركز الثاني ومحمود شداد في المركز الثالث وكانت التصفيات قد انطلقت من سلطنة عمان في كانون ثاني الماضي على أن تختتم في لبنان في الرابع والعشرين من آبا المقبل قبل النهائيات التي تقام في بيروت في الثاني عشر من أيلول القادم فيما ستشمل التصفيات أيضاً كل من الإمارات العربية المتحدة مصر، قطر، الكويت، تونس، تركيا، المغرب والجزائر، وميرو الشوس وصل كأس العالم إلى محطته الأهم والمتمثلة بالمباراة النهائية التي تقام يوم أغد على ملعب لوجينكي في موسكو بين كرواتيا وقائدها لوكا مودريتش الباحثين عن اللقب الأول في تاريخ البلاد وفرنسا ونجمها كليان بابي الباحثين عن اللقب الثاني خلال عشرين عاماً طرفان لمباراة نهائية للمنديال الروسي لم يتوقعهما كثر قبل انطلاق النهائيات إلا أن البطولة المليئة بالمفاجآت عادت الذاكرة إلى نصف نهائي مونديال 98 على الأراضي الفرنسية حينما حرم المنتخب المضيف ضيفه الذي كان يشارك للمرة الأولى كدولة مستقلة من مواصلة الحلم وبلوغ النهائي بينما ستكون فرنسا أمام فرصة الانضمام إلى نادي أصحاب النجمتين مع الأرجنتين والأوروغواي فيما ستكون كرواتيا ماما فرصة أن تصبح ثاني متوجد باللقب في النسخ الثلاث الأخيرة بعد إسبانيا 2010 أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لم يسجل أي حالة تعاطي منشطات من بين ثلاثة ألاف عينة تقريباً جمعها قبل وخلال نهائيات كأس العالم في روسيا وجمع الفيفا 2761 عينة قبل كأس العالم و262 عينة أخرى خلال البطولة منها 108 عينات في غير أيام المباريات في إطار أكبر برنامج من نوعه في كأس العالم وذكر الفيفا في بيان أصدره يتم استكمال الاختبارات المعتادة من خلال لجوء الفيفا لبرنامج جواز السفر الحيوي الموجود لدى الوكالة العامة لمكافحة المنشطات وخضع جمع اللاعبين المشاركين في النهائيات الحالية لاختبارات لم يجري الإعلان عنها قبل وخلال النهائيات ويجري تخزين كافة العينات لمدة عشرة أعوام وتظل قابلة للفحص في أي وقت في المستقبل أكد المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان أنه لا يفكر بتتويجه المحتمل بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2018 لأن اهتمامه ينصب على السعي للفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية والتتويج بلقب كأس العالم وصرح جريزمان خلال تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي هذا لا يشغلني على الإطلاق وإنما أريد الفوز بكأس العالم هذا ويعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المنديال بعد المباراة النهائية ويعد دو جريزمان ضمن قائمة المرشحين في عملية التقييم التي تجريها مجموعة الدرسات الفنية بالاتحاد الدولي لللعبة اشتركوا في القناة